اشتركوا في القناة والتبريكات بمناسبة ليبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى مقاليد الحكم في البلاد وأكد سموه في البرقية أن ما تحقق من تقدم وازدهار لمملكة البحرين جاء بفضل الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيرا إلى أن المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين تواصل بعزيمة أبنائها المخلصين ضمن فريق البحرين حصد ثمار النهضة المباركة على كافة الأصعدة حتى أصبحت اليوم البحرين نموذجا متحضرا متقدما سائلا الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويديم عليه موفور الصحة والعافية لمؤاصلة مسيرة نجاحات الوطن وفقا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة